اشتركوا في القناة اليوم أنزع رداء الضيف وأرتدي قميص المقدم اليوم حلقة مميزة حلقة جميلة مع ضيف لربما لم ترى وجهه أبداً لم تسمع صوته أبداً ولكن حتماً قد سمعت بإحدى جمله وكلماته اليوم ما كان همساً صار دندنة معنا طارق البطي صاحب أشهر مقولة متصدر لا تكلمني والعجيب أن من ذيك السنين إلى الآن فريقة لما يفوز الدوري صدرنا يلا حيي الله يبقلك وحييك نورنا والله يلا يسعد أنا سعيد أنه جانا ضيف أصلع يعني في حقات الماضية كل واحد كان يعني بجل ومشه برضو برضو ممتاز في عوام مشتركة كثير بس أنا مرة مركز على الضاد حقتك يا أبو ورد رهيب متعوب عليها هذا فائد الحلقة نتاكرة نعم بس أنت أنت تبدأت بدعة ما نسويها اللي هي المقدم حما أنت المقدم خاني بس صنع مسيرة جديدة اليوم لا مزيد من الهبت لا مزيد من ثلاث الجدل اليوم بكون مقدم يحاول أن يطلع بالحلقة بأفضل شكل ممكن وبإنصاف يعني خلنا نقول أبد الله قويك يا أبو ورد أنا عندي سؤال لأبو سليمان في البداية سكت سؤال فانويا فسألت تلقى لا بد أن يسره عشان الناس يعرفون الجواب اللي قال لي واللي صدمني صراح أنا سألت عن تآخر مرة فودت مباراة للأرسنال والله يقل لك يا أرسنال تعرف السنة يعني تجديدا لا والله ما أذكر أول مشكلة كل يعني مجموعة كبيرة من مبارياته وكثيرة أتابع وأنا عارف النهاية وهذا مشكلة يعني وعمرات التابع وأنت عارف النهاية ومبارات كثيرة ترى تابعتها وكملتها واذا لماذا كملتها يعني مثل مباراة أرسنال ومانشستر تمانية اثنيين يعني قاعد أكمل كده من باب التعذيب قاعد أكمل باب التعذيب فما أذكر أني صراح فود شي ولا أتوقع إن شاء الله سيفرق معك في حياتك قلت لي هي يفرق بالنسبة لي يفرق أنا بالنسبة لي مباراة أرسنال أردت بجدولي عليها يعني كم لك سنة ما فودت مباراة يعني وقلت السنة كم لك سنة ما ما تقعت لا 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 كم لك سنة ما فودت مباراة يعني خمس سنوات ستة عشر عشر عشرية والله ما أذكر مو معقول لي والله ما أذكر والله فعلا ما أذكر والله بود إن شاء الله بالحديث عن هذا الموضوع أنا متفاجئ إن كنت متفاجئ صراح قصة مباراة إنتر وإنبوليا أنفروض أنت آخر وحد يتفاجئ أي واحد بس فيهم أنت اللي وقت أمريكا لا كالياري كالياري كما يفرق يعني والله العظيم بسبتها أبو سليمان يعني كان وقتها نسوي لنا الجامعة قالت خاص كل الطلاب العالميين الانترناشت سيدان دوري يطلعون الرخصة ويعني اختبار تسليكي بالعامية يعني تروح تسوي كلها بس بجي قوي تطلعيك برخصة وتعرض أنت مبارك عشان تشتري سيارك وشي لازم رخصة يعني غير ناصة لو ما معك رخصة كنت تتعرض إلى أني أقصوا عقوبة وممكن تتعرض على أنك تصير في التوقيف فالوقت اللي أحد الدول معها كانت تصاد المرض إنتر وكالياري ومن أشأم سنوات الانتر 2012 يعني سنة مستحيلة يعني أنساها فصار يا أبو سيمان أني جاني خويق قال يالله قلت الله تعبا قال بحالي تقيتين ففتح جدو المباريات قال أخي ما ريض أنت لا قلت له قلت لما يبرايح قال والله قلت لما يبرايح قلت بعدين أنا أخذ الإجراء الطبيعي وأخذ الاختبار وده معلك مني بعد سبوع قال يا أخي تسير قلت معلك والله العظيم أبو سيمان من ذاك اليوم إلا أتخرج من أمريكا أسوك بدون رخص قال أنا عبارات كلها صاقت 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 قسم بالله فكل وقت التأمين والسيارة بس بخوية وذلن عليه إلى يومنا هذا فأنا أنا متفاجئ أنا كنت متفاجئ بس يعني تيجي مباراة مضطر يعني بعض الحيانين تيجي مباراة بس صراحة للغاية السواد الأعمام يعني سيجي هذي يوم حسن من الدوري يوم حسن ودين كنت مشيئت مباراة يعني ما عدت أحرص الله كلا حسن من الدوري يوم حسن من الدوري منافسة أنا بعد مباراة اللي يمتس بالنسبة اللي يمتهد عمليا أنا راضي الكنس اللذذي والله راضي المنافسة هي التي تبعتنا الله يوفق بيب يا أخي أتذكر مقويس متصدر أتكلمني وأتذكر أنك أول واحد توقع إنشاءتك رابصة السعودية من نوع ترفيها في أرسنان الشغف اللي كان عندك زمام بعدين اختفقت أنا موجود 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 بس مو بد متصدر أتكلمني على أرسنان فجأة أخذوه جمهورة النصر لا بس مي بالشغف أو لا خلي الشغف هو موجود بس ممكن قصدك مهب المشاركة اللي كانت موجودة أول الفعالية خلنا نقول اللي كانت موجودة أول الحين لا صرت لعب خبرة صرت طيب بالحديث في شي غريب صراحة في هذه اليورو تكلم عنها كلارك مدرب اسكتلندا المباراة الخيرة بين اسكتلندا والمجر كان حكم مباراة أرجنتيني أرجنتيني من أرجنتين لم يكن أوروبيا كان أرجنتيني فطلع طبعا في لقطة مثيرة للجدل نوع من ماله بل لقطة سحب أرمسترونك فطلع مدرب اسكتلندا وينتقد يعني الويفا على موضوع أنه جلب حكام أجانب ويقول انظر إلى الدون انجليزي ممتاز كل الحكام اللي في انجليز فكان مفترض أن اليورو دوري خايب كل الحكام فيها أوروبين وهذا شي غريب صراحة والله يا أبو علي الغريب أنه لو في أرجنتيني كويس بيكون في الكوبا يعني طبيعي أي حكم لاتيني كويس ممكن أن يضيف البطولة تكاسبهم أوروبا طبيعي أنه سيكون موجود في البطولة اللي هو موجود فيها الغريب أن أوروبا تكلم عن قارة كبيرة ويحكمون كل سنة دوري أبطال أوروبا وعندهم أحداث كبيرة جدا فأعتقد أنه أنا قلت أنت المعلومة ترى أنت فاجأت أنه أصلا في حكم من خارج أوروبا موجود يعني معهم بس ما أعتقد جنسية الحكم تفرق كثير يعني في مساءات القرارات لكن أنا ما عندي معلومة يعني 100% دقيقة ولكن يعني أعتقد أن أول مرة تصير أن حكم من خارج من خارج أوروبا يحكم يحكم اليورو طب ماذا توقع وش المشكلة وش المشكلة هو واحد من خارج أوروبا يحكم اليورو يعني نفس كنت أقول لك منتخب غير الأوروبا يشارك في اليورو يعني بالنسبة لي هوية قصتك فعاليات تخص الأوروبية يعني إي فعالية تخص الأوروبيين فقط يعني وتعتقد أن حكم الأوروبيين على سواء كمستوى نخبة أو اللي تحتهم اللي مع شارة الدولية متوفرين بكثرة ما أرى أن أحس هل تم استبعاد مدرب أوروبي ممتاز مثلا أعفوا حكم أوروبي ممتاز وحلوا مكانا واحد أو كل أوروبيين شاركه وش المشكلة لما يشارك واحد حس عندهم موفرين ما أتوقع أنه مسألة مستنقس عندهم لا مو نقس بس أنه واضح أنه يعني واضح أنه حكم كويس تسأل صراح لو كنت صاحب قرار لا لمكن صحاب القارة اللي أنتمي لها لاشي جيب واحد برا القارة نعم على سيرة القرار وعالية الكرة في الملعب لكن دائما في تأثيرات خارج ملعب لها أثر كبير جدا الآن واحدة من الانتخابات اللي تهلت للدور 16 ومرشحها بشكل كبير جدا أنها توصل بعيد في البطولة اللي هو المنتخب الفرنسي بعيدا عن الملعب شفنا خلال الفترة الماضية في كلام من بعض اللاعبين سواء الموجودين داخل المنتخب أو حتى اللاعبين القدماء على موضوع الانتخابات اللي رح تصير في فرنسا خلال الفترة القادمة اللي جاي في نص اليورو تبليش الكارثة الكارثة النعلان أو الاقتراع الأول رح تتم في الانتخابات رح يكون يوم 30 يونيو يعني بعد مباراة فرنسا بيوم بيوم اللي دور 16 الاقتراع الثاني رح يكون أو الفاينل النهاية رح يكون يوم 7 جولاي أي بعدها بيوم مباراة فرنسا أو قبلها بيوم مباراة فرنسا في الدور الثمانية لو تهد الدور الثمانية يعني الحزب هذا اللي نافذ ماكرون هو حزب ما قد أخذ السلطة في فرنسا ودائما كانوا ضد التعديل الجنسية التعديل العرقية يسمونهم والمنتخب بلاك بلانك بيور يكسون فيه أنه أسود أبيض عربي وكان يقولها تكشيراش أول كرئيس فرنسا في 1929 لما كان يحكم فرنسا لما جاء بك عسل العالم تذكرون هدف زيدان اللي بالرأس الهدفين يسجلها في ذلك البطولة تحديدا انطرة زيدان ضد السعودية مع فواد النوع وقدم كاس عالم مخيبة لين جاب الهدفين ذيك وكان يحتفل كان يضرب أو يصفق لوحة الإعلامات قوة وكان يتكلم يقول أو يشتم الصحفيين اللي كان يسبرهم بعد احتفال زيدان ذاك الناس مبسوطة الجمهور مبسوط المجتمع مبسوط حققنا إنجاز تاريخي مع المهاجرين فصار عندهم يعني إيمان بذول المهاجرين ويحبونهم يعرفونهم استحققوا دستوري بالجنسية عندهم عاشوا عندنا تربوا عندنا فصار في يعني مجتمع فرنسا صارت مجتمع واحد وهذا شي ندد به تكشراش وقتها كان يقول انه احنا امة واحدة مجتمع واحد باختلاف عراقنا بعدها بأربع سنوات جدت الفضيحة اللي في كاس العالم لكن قبلها كان في انتخابات وطلع لعبكم بيريز وقال إنه لو فاز الحزب الثاني اللي ما قدستم سلطة سرعي لو فاز ما نشاركي بكاس العالم طلع برضو تورام ابن تورام ابو وليام ابو وعفون وقال إنه فرنسا التي تعرفون هاليست فرنسا التي احنا نمثلها احنا وكي ننتمي فرنسا بس انتم بتخلونا ما في ألفة بيننا وبينكم انقلب التصويت فوق تحت بعدها 2006 بعدها 2010 القضية جت بين انيلكا ودومينيك اللي يعني هذه قسمة الشارع الفرنسي حتى على المستوى الأشياء اللي من الداخل اتحاد الفرنسي كنت القدم وزارة الرياضة في فرنسا حققوا وعملوا تحقيق على تصريحات أو على تسريبات طلعتها حتى الصحف على دومينيك انه تكلموا قال إنه نبغى نبني أكاديمياتنا على اللاعب الفرنسي اللي من تقافة فرنسا طبعا هذا شي يعني تمييز عنص ويعتبر مرت السنوات طبعا تمتبراتهم مرت السنوات إلي انكاس العالم هذي أو عفوا اليورو هذا وهذا اليورو طلع بابي قبل اليورو وتكلم قال إنه على المجتمع أو الشباب اللي بصوتون ضد الناس اللي بيختطفون بلدنا وحريتنا وأنهم بيأثروا عن إنا إحنا فأدى هذا إلى أن تقريبا ما نسبته 58% من الشباب اللي عمارهم من 30 سنة مأوذ من 14 إلى 30 يدخلون التصويت مع أن الطبيعي 20% 25% وقربوا شوي ولكن يقال الحزب الثاني هذا الحزب المخالف اللي ماكرون في الغالب هو اللي راح يفوز وأن هذه ممكن تكون أكبر قضية أو تحول سياسي ممكن يأثر على كرة القدم صناعة تجارة أهل شي في فرنسا فترة قادمة ذلك يكنوا أنه طبيعينا لما يكون لاعب وبيجي شيء زي هذا صحي أهل أكبر من بطولة أو أكبر من الغريب مولا بغل أن يعني نسوف في الموضوع لما تكلم عن الحداثة أو هذه أو بمصطلع آخر الكوزموبوليتن اللي أسسوها كلها فرنسا يعني لما تكلم عن الحداثة الاتيكيت والاتيكيت واللباس كلها أسست فرنسا فكانت فرنسا في البداية اللي قنقل قرن العشرين 1910 كانت هي الحلم لأي إنسان يعيش في باريس وش نيورك وش لندن كانت باريس حتى الأفكار التقدمية اللي سمونا الأفكار اللي يصار ومالي يصار باريس الأفكار الشراكية بددت من مقاهي باريس الثورة البلشفية حق الشيعيين في التحزي بددت في قهاوي مقاهي باريس فكانت كانت باريس خليط من الأفكار ومزيج من الثقافات حتى في ذلك الفترات في الأربعينات 1940 و 1930 الملدية يمثل منتخب فرنسا أصلاً كثير من مهاجرين فكانت فرنسا البيئة اللي تتكلم على أمريكا في بداية التسلينات يعني تقريباً نفس لنفس التذكر الآن فرنسا بددت تتجه اليمين أكثر الماكرون يساري بطبيعة العالم فبددت تتجه اليمين أكثر والآن تتكلم أنه في فرصها للمين المتطرف أن يستولع السوء لأول مرة في تاريخ فرنسا وهذا من الأشياء الغريب لكن هذا تطور بالخلدون تطور تغييرات الزمن أنا بصراحة ما لهم بيولا لهم لاعبين متخب الفرنسا فإنها الأمر أبناء المهاجرين الناس الذول اللي اليوم موجودين يمثلون شريحة كبيرة جداً في البلد هم وين موجودين الأسماء اللامعة منهم وين موجودة هل هم سفراء هل هم وزراء هل هم مفكرين في البلد معظمهم ترى رياضيين فبالتاني لما يطلع يتكلم من بابي ولا يطلع يتكلم يعني تشواميني ولا تورام ولا إي لاعب ثاني لها تأثير كبير جداً على الشارع الناس اللي موجودين خاصة فئة الشباب زي ما قالوا بوعالي أن الفئة اللي بالعادة ممكن غير تكون غير مكترثة بمساءل التصويت لا اليوم هي ممكن أنها تفرق فمية بالمية يتكلم ككورة قدم مية بالمية بيفرق مع المنتخب الفرنسي خلنا نأخذي سياق الكلام هذا بس جزئي وهمت الاتحاد الفرنسي طلع بتصريح وقالوا أنه ما نبغي أثر تصريحاتكم اللعبة على نمر السئعي لأنه أنتم في النهاية لاعبين وتمثلون كيام فمن يعني ما نسحب منكم حرية التعبير عن أراكم السياسية بس مع المنتخب لا تستخدموا المنتخب كوسيلة لأنه كانوا يسوون بيان ومدريش تقع أبو علي السؤال الغريب يعني وممكن نوجه لأبو سليمان يعني فرنسي نسيج ونفس الأمر على ألمانيا وشفنا المهاجينين العابدوا يلعبون كثير أنت ما شاء الله تبارك الله تملك شركة من كاميرات غذائية فالسؤال الآن يطرح نفسه الآن ما هتحول كرة القدم لتكون كرة القدم بدنية أكار واللاعبين يدون أدوار ومعدل جري لازم يكون عالي الموهب أحيانا ما تكفي هل خلاص أعطي أحد غذة أو اللقح العامية جاء بروتينات أو مكملات غذائية وبالضرورة يطلع مبابي بالضرورة يطلع دمبلي بالضرورة يطلع أزيل جميل لا هل كل اللاعبين سؤاله هل كل اللاعبين الآن يعدون بدنيا ويغذون بدنيا أنهم يكون لاعب بدني نعم هل كلهم توصل النتيجة معهم وأنهم يكونوا لاعبين بدنيا بالأخير لا في عوامل وراثية كبيرة في عوامل حتى اللاعب نفسه يمكن ما يتقبل الشيء هذا أساسا ما يتقبله جسديا يعني فأنت تشوف اللاعب يكون بدنية يعني بدنية ممتاز ولعب آخر لا مع أنهم كل الأثنين مارين بنفس الكورس مارين بنفس كل شي لكن هذا يأثر فيه وهذا ما يأثر فيه نوم غذائي أشياء واجهة تفرق قلت لك جينا وراثي نفسه أصلاً يفرق فمو بكل اللاعبين يكون لهم نفس التأثير الشيء الغريب أنه أحيانا تشوف بعض عنديا 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 صبات عضلية كثير بعضهم عنديا صبات عضلية كثير وتلقي اللاعب ما في علم واضح يبين كم يقدر يلعب براءة عشان كده تشوف خلاف قوي جداً على مسألة أنه ولن تفضلوا اللاعبين تأثروا عليهم في خلاف لا أحنا ما نضوض عليهم كيف ليش هنا تكثر وينما تكثر هل الغذاء لها الدور الإعداد يرجع للطاقم نفسه ويرجع للرزنامة نفسها وعدد المشاركات نفسها ففيه فرق كبير بين نادي عفواً من دوري لدوري أساساً تلقى دوري معين فيه إصابات عضلية أكثر من دوري آخر ليش الرزنامة مختلفة فيه مثلاً عندك دوريات تلعب فترة شتوية الحين من ثبدون إنجليزي يحتجون على الفترة هذه بسبب أنه هذه الفترة مشاركات النادي نفسه تلقى نادي نفسه يختلف عن نوادي ثانية فيه نادي عنده مشاركات أكثر كاس عالم الإعداد الإعداد بعمرات بداية ما يكون الإعداد في نفس المكان بوربا بعد ما تروح أمريكا عشان الجوة التسويقية هذا الإعداد برضو يأثر عليك مع بداية الموسع صح عايشين اللحظة صح تحلب عيوننا الأشياء الصعبة لكن هذا وقتنا وهذه لحظتنا هذا مستقبلنا اللي عيوننا عليه مفتوحة وهذه خطوتنا المحسوبة اشتركوا في القناة مثالي يقدرون يطلقون منه انطلاقة ثانية كل الوقت عوارد يكبوا سليمان اللي بالخير في هذا العلم نفسي أقول لك وش الطريقة الأفضل لأنك تجيب فتلات هل أنك تدافع دفاع متأخر وتلعب المرتدة ولا أنك تهد ما في شي صح ما في شي خطأ لازم نتصالح في كرة القدم إن كل شي قابل الصحة وفي كل شي قابل الخطأ المشكلة إنه نتائج اللي تحكم على سبيل المثال رانياري في موسم السرق بعد كل المرات هل فيها مجازة أعلى معدل إجازات وفي نهاية بدوري عندنا إذا أعطاه إجازة هل عايشية طهار نقر المدرب جلدهم مدرب فهمت يعتبرون تمري صباحية ويموتوف تمري الصباحية فهو علم يعني أنا بالنسبة لي الجميع عند وجهة نظر صحيحة وفي نفس الوقت غير صحيحة والعلم جديد العلم ترى جديد صح وإلى الآن في دراسات تفرق يعني ما في شي ثابت أحد يقدر يمشي عليه سلمان معلش أنا نشوف مبارات الأخيرة حق كريسيانو تكلمت أنا حق إذا راحت على تأثير الإعداد بداية الموسم حق كريسيانو رونالدو مع النصر وانتدادا إلى اليورو مقارنة حالة البدنية موسم اللي كان في يونايتد واللي كان في بونتوس وحكونا ما حضر بري سيزن رونالدو شفناها المبارة راحت مجالي 11 كيلو اللي هي مبارات مبارة تركيا لا رونالدو ترى بدنيا استثناء بدنيا استثناء لا من ناحية وراثية ولا من ناحية إصرار وتمارين يعني إذا في أحد مثال ممتاز فهو رونالدو ما في أي نقاش جين ولا مكملات ولا كلها مكملات هي كلها مع بعض من النوم جين غذاء غذاء كلها مكملات عقلية كلها مكملات يعني 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 براماضية ضد الله 12 كيلو نعم بسيانا أعتقد أن النقطة اللي شهرها هو سليمان أنه ما تقدر تأخذ خلينا نقول نفس المدخلات تعطيها كل اللاعبين فتحصل على نفس النتيجة يعني في لاعبين مهما تحاول فيه مهما تعطيه مكملات غذائية مهما تتمرن حديد في نهاية الأمر جسمه ما 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 يتقبل يعني أنا متأكد أنه لاعب مثلا زي سلمان نفرج في الهلال زي عبداللعب طيف حاول حاول كثير شوف شوف بنيت الجسمانية شوف ساقة شو ساقة هو حاول بس الجسم ما يستجيل اليوم تشوف مثلا في الدور الإنجليزي على سبيل المثال دوري معروف كذا كاركتر المهاجم فيه من هاريكين تكلم إلى إلى هالند النوعية كلها اللي موجودة طويل ومعضل يقدر يحمي الكورة اليوم واحد من أميز المهاجمين الإزاك اللي هو مهاجم مهاجم من نيو كاسل اللي جاي من الدوري الأسباني تشوف عظمح كذا ليش لأنه هو أصول رتري أو صماري هم أصلا تشوفهم من في سباقات المسافات الطويلة تشوف أصلا تشوف تكوينهم البدني تحس أنه واحد منهم أصلا بس نهارب من سباقات الدوري وصار اللعب كورة مية بالمية هذا حاولوا معهم مية بالمية بس لأمير هذا الشي يفرق بمركز اللاعب تلقى لاعب معين يبدأ بمركز نظرا لأن جسمه ما استجاب لمطلبات المركز الجديد يتغير لعبين كثير مثلا ساكة ساكة كان ظهير يمينه ليسار يسار يسار وقدمه جناح اللاعب قدر يلبي مطلبات الجناح أكثر من الظهير وعلى مرة تلقى لاعب ممتاز وجناح نظر الضعف والبدني لازم يكون بمكان ما حد يلتحم معه فتلقى يرجعون ظهير وهو أساسا نسمع أنك اوه كان جناح فهو الفكرة كلها أنه الآن المشكلة لهذا الشي يخلي المدربين يغير مركز اللاعب حتى ممكن تجي تلقى لاعب معين طوله مثلا كان رأس حربة بالفات السنية طال صار مية وخمسة سعيد اه صار حارس وكذا كذا واحد تسمع فيه كان طلع قال لنكر في لقاء بعد مباراة انجلترا وتحدث ان مستوى منتخب انجليزي طبعا أنا بلمع الكلام ولا ما يبكلم مستوى سيء جدا وانتقد هريكين بحده فطلع هريكين رد فقال الفترة اللي غايبين فيها على البطرات وأوروبية كلها أنتوا جيلكم منظمنا حتى أنتوا مخبتوا على البطرات لأننا لم يجبتوا لا كاس عالم ولا نظموها فالآن منتخب انجلترا عليه ضغط شديد يعني أنا شوف أنه منتخب انجلترا من المتخبات المفترضة تكون مرشحة جدا لحصول على هذه البطولة ومع ذلك وأنا بالنسبة لي مبرر مثل ما تكلموا عني في حلقة سابقة أن مستوى منتخب انجلترا مو مستوى كويس والغريب أيضا أن المجموعة اللي فيها انجلترا والدنمرك وصربيا وسيلوفينيا فيها فوز واحد بس كل مرة تعادل كل مرة تعادل هو فوز واحد اللي هو فوز انجلترا على صفحة في بداية فهل هذا الشي راح يعطي شعور لعبين بالرغبة بالانتقام والإثبات لأن في بعض اللعيب تحس أني عنده هذا الشعور أني يثبت أني أنا كجيل كلاعب أفضل من السابقين أو تشعر أن هذا راح يزيد الضغط على منتخب انجلترا فممكن تصير الخروج كل هذا المنتخب كل بطولة كل بطولة كان يدخل وهو ضغط نفسه بنفسه ما سبق أنه هل تاريخيا منتخب انجلترا قوي بمعنى حق بطولات منتخب بطولات لا مع ذلك كل بطولة يدخل هل إعلام مطالب أنه هو يجيب بطولة يعامل معاملة المنتخب اللي لازم يجيب بطولة بينما هو ما يجيب بطولة بس أنا موقعني أبوز أنه ملعيب أكبر طبيب رابع ما هو بوقته وكننا نتكلم قبل الهواء أنه هل هذا الجيل الموجود هو أحسن جيل إنجليزي يعلق الأخر 20 سنة أنا أشوف لا في أجيال مرة دخل العشرين سنة اللي راحت أفضل التحادي الإنجليزي يجرب كل شيء ممكن يجربه عشان يقدر يصنع منتخب يجيب بطولة مدربين أجانب جاب الفريق مشكلته الرئيسية أنا أشوف الإعلام الفريق يدخل بطولة الإعلام يدمر الفريق حرب الفريق الحرب اللي تصيل للفريق من طبيعية حتى الفترة اللي كان فيها الفريق بدأ يستقر ريام كابلو الإعلام تدخل لين دمر كابلو دمر الفريق بسالفة تيري وشياء كلهم ما العلاقة بالكورة على الفكرة سالفة تيري وبرج سالفة فردنان هذا ليش الكابتنية هذا قال ليش الكابتنية ضغط ضغط لين شفنا كابلو والفريق يبدأ من جديد من الصفر ليه الفريق الإنجليزي الوحيد كل مشاركين يملك إعلام قوي جدا ومسموع جدا ومضر جدا فأنا أعتقد أنه أنا في ظني أنه نقلت راتحتاج إلى الكلام اللي قال قال لي لينكر برونالديني والتغريدة أو البوست رونالديني ياخد حسن لعيب السابقين جنوا مع السوشل ميز والله يبغون يشون هم شايفين طلعنا وش زالنا وله أنا في جيل جديد قاعد يلعب نقع نتفرج وحنا ساكتين لا ما يصير يابد المشارك في الحدث من خلال التصريحات اللي مهل هسن أنا شوف طالما المنتخب يلعب طالما أنت تصريحك ما رح يغير ولا شي ما رح يقعد ساوث قد بعد تصريحك يراجع نفسه ويقول والله باشيل اللاعب هذا وبحط هذا بس لنا قاري لينكرز علانه كيد ما رح يغير شي خلاص هو الجهاز الفني اللي معاه يرون هذه الطريقة المناسبة بمرور الوقت مبارا بعد مبارا داع الفريق بيتحسن أنا يجيني شعور أنه قلت راب أنا تابع دوري إسباني من أيام أوربت من أيام خالد ياسين والحرباني ما بعد دوري إيه الجيل القديم عرفت فعشت مع كرة القدم الإسبانية سنوات كان ينظر يعني تخيل إسبانيا إسبانيا اللي اليوم ينظرها على المرشح أول كان يقول قبل البطولة إسبانيا الحصان الأسود البطولة حصان الأسود مسهبة ترى منتخب كبير وكان دائما لما تجي تصنف المتخبات الكبار ما تحت إسبانيا معها ما عندها يعني عندها بطولة أوروبية جابتها في الستينات وغيرها إسبانيا ما سويت ولا شي فكانت عليهم نفس الضغط في كل مرة رحوا لفين وستة أنت مطالب أنه أنت تجيب البطولة أو توصل إلى نصف نهاية أو نهاية طلعوهم فرنسا مع زيدان جير رائع جدا صحافة مرحمهم لما جابوا بطولة الفين وثمانية تشعر الأسبان بعدها الفين وعشرة الفين وثنعش كانوا في تمرين الفين وثنعش كانوا في تمرين حرفيا ما وصلت إلى مستوى الثقة هذا إلا لما فازت بالبطولة في الفين وثمانية جميل أنا يجيني شعور إنجلترا لو كسرت للحاجز الجيل هذا تكلم ساكة فودن بالإنقام العيال ما بعد العيال هم فعليا عيال ما بعد وصلوا إلى نصف مسيرته يعني السنين الأفضل بالنسبة لهم لسه ما جت يعني ممكن هاركين هذه على نهاية مسيرته بس معظم الجيل هذا فعليا فعليا لو جابوا إنجاز في عمود فقري يقدر يعيش مع المنتخب بطولتين أوروبية مونديالين قادمة فبالتالي هم بس يحتاجون إلى أنهم يكسرون ذا اللعنة يعني تراهم تكلم الآن أنه في البطولات الأخيرة ترا يعني كاس العالم الماضية مع فرنسا كانت مرشحة حول البطولة وخرجوا بسعوبة اليورو خسروها بركلات تجيح هم دائما قريبين يحتاجون بس أنه يتخطون ذا الحاجز ويجيبون بطولة يرجعون فيها لإنقلترا سكتون فيها قريبا نكر والجماعة أنا أقول قصة جديدة ستكترني أتفق معك تمام بالحديث عن كابيلو والعالي اللي تكلم فيه بو سليمان قبل نشوي كابيلو طلع في اللقاء نفس الشي بعد بعد مبارات إيطاليا وإسبانيا فقال أن مشكلتنا في إيطاليا أن التكوين اللعب الإيطالي في الفئات السنية نكونه نعلمه على الأمور التكتكية أكثر من الأمور التقنية والفنية فلذلك اللعب الإيطالي ينشى غير مبدأ غير مبدأ كثير فيطلع من عندنا كان أبو عال أبو علي عنده نقلة عنده وجهة نظر في هذا الموضوع لعبين مدافعين على مستوى عالي لعبين أذكي على الصعيد التكتيكي عنده وعي تكتيكي عالي ولكن لما تجي الأمام وهذه مشكلة إيطاليا نشوف في البطولة هذه لما تجي الأمام تلقى فيه حرفيا نقص في الإبداع نقص في اللعبين أنا أتوقع أن مشكلة إيطاليا هي مشكلة جيل أو تترم الفترات ما تم تركيز على أكاديمية ما تم تركيز على بناء خلنا نقول أنظمة رياضية صحيحة مية بالمئة في الفترة اللي كانت كل أوروبا جاء ستطور ليش اليوم مش في جورجيا منتخب جورجيا يلاعب اليوم وصل 12 منتخب قبل 11 عشر سنة 2013 زارهم رونالدو وفتح أكاديمية عندهم في تابليسي اسمها دين من تابليسي وحاجة زي كده الجيل اللي كان في ذاك الوقت يصور مع رونالدو هو يفتح تحديق الأكاديمية منهم 11 اللعب اليوم اللعبوا في الملعب طلع أورنالدو يصيح طلع أورنالدو يصيح هو جايهم مبسوطين فيه بعدها بعد عشر سنة طلع ليش وضع مرة بسيط ليش كرة القدم في البرازيل أو ليش كرة القدم سابقا كانت تأخذ العيوم محترفين من برازيل كثير موفرة مدرب من البرازيل البطولات ما يجيبها للبرازيل كالسنة عالم بعدين كذا غابوا وصار ما يجيك العيوم من برازيل كثار ما يجيك مدربين برازيل كثار ما يجيك حتى أو ما يحقون برازيل البطولات صارت ربا تسيطر على الموضوع خلاص صار بسيط وسهل لأن كل النماء التي اشتغلت اشتغلت على ثلاث أشياء أو على ثلاث عمصر موهبة مدرب الموهبة فيها تقنيات وفيها أبحاث المدرب يطور أو المدرب يتطور ويتعلم في هذه المنشاة ويطور المواهب الموهبة يتعلم المدربين ويلتزم ويكون عنده قتال على اللعب طبعا اكتشاف الموهبة مو شي صعب أنا أقدر أنت هل تكتشف وكل واحد يدين يقدر بس الصعب كيف تطور هالموهبة تغيره الجيني عقليته أنا شيفها هنا صراح صدقني أبو علي مو بسه أن أكتشف موهبة محد أكتشف وانا في الشباب فالشباب أبو علي يعني وديك تعلق أنا في نقطة يمكن أبو علي يدركها جيدا لأن الجانب يمكن خاف مشخصية أبو علي لما يعرفون الناس أنها رح حالة أبو علي يمكن زار قال لي يمكن فوق أكثر من ثلاثين دولة لأن تخيل خارطة خارطة أوروبا الدوريات الخمسة الكبرى بتلاقي أن فرنسا فوق بالحالة بريطانيا بعيدة مالها شغل واسبانيا في شبه الجزيرة الإيبرية والبرتغال هناك من اللي جاي في النص ألمانيا وإيطاليا حواليهم سلوفينيا سلوفاكيا تتكلم عن سويسرا نمسا كل الدول ذي ناظر اليوم قوائم الأندية في ألمانيا وفي إيطاليا كم كبير جدا من لعيبة الدول لذولها اللي حولهم حواليهم قانون بوسمان سهل وصول اللاعب الأجنبي ومعاملت على أنه لاعب محلي خل الأندية تروح تاخذ اللاعب بسعر أرخص من الدوريات هذه والطورة وبعد كذا نستفيد منها قاعد تستفيد منها منتخب ثاني ألمانيا شلون الموضوع صار أخفض عليها أنها فتحت الباب النقطة اللي قلناها أكثر من مرة في الحلقات الماضية أنها ما عندها مشكلة في موضوع حتى لما قال عبدالهادين وغيروا في قوانين الحصول على الجنسية فبالتالي صرنا نشوف ساني ليروي ساني وصرنا نشوف كنابري صرنا نشوف بوتينج صرنا نشوف لا يزالون متبسكين أوكي إذا إرجنتيني ممكن يعني يسهلون لهم الموضوع فأعتقد أنه أدى إلى أنه فعليا صار في شح في المواهب النقطة اللي قالها كابل له مهمة جدا ترى هذا كان تصريح شهير جدا غير كرة القدم الأسبانية اللي قالها كرويف قال كرويف أنتم تروحون تبحثون عن الرياضي بعدين تعلمون شون يلعب كرة قدم الصح جب لعب كرة قدم وسوى الرياضي طبعا تقع لابو سيجمال خذ منهم كاملات غدائية عشان يصير الرياضي في نهاية الأمر أنه فعليا أنت تدور على الموهبة لكن أنا أقولك إذا تبي تشوف اليوم حالة صارخة للفكرة دي فريق اللي أنت ما أدري أنت تحبه ولا لا بس أكيد أنك تحب مدربة اللي هو بولونيا أنا ما تابع دور إيطالي كثير نهاية الموسم ياخد جيت أشيك على قائمتهم كرواتي سلوفيني نرويجي إيطاليين كالفيوري وظهر واحد ثاني واحد ثاني معهم والغريب أبو علي أن إلى حد الآن أنا مدينة عن صراحة أتمنى أنت توقع نفس الشيء صح مع قسفيريني متب كبرى ترك جنسية مثل إيطاليا يعني الغريب حقا أن إلى ما قبل مباراة اليوم أكثر لاعبين ساهم وبأهداف في اليورو هم لاعبين بولونيا يعني هذا الحصائي الغريبة ما بين تسجيله أو صناعة اليوم نحضر كالفيوري مثلا كالفيوري لاعب جتِيصابا كمم كتدينتي عمر soft 11 سنة أصابة قوية جدا في الركبر رباط صليبي يكسف خضروف وواواواواю رح في شيسر الدولة قريبة ورجعت المرة على البولونيا ووجد نفسه من جديد طلع من ضهي ريسر على سنتر مع تيوغو متل وابدا هذا help اليوم نتكلم على ثكرة للدول القريبة من إيطاليا منتخب ألباني في هذه البطولة تسع لاعبين منه في القائمة يلعبون في إيطاليا وفيهم منهم أربعة وخمسة هم أصنعين الإيطاليين مثل مناي اللي كان في الأنتر ويعني بجرامي اللي يلعب في ساسولو ويتكلم على ديم ستي اللي في أتلنتا فحرفياً مثل ما ذكرت أنت إيطاليا صارت راهن على اللاعبين شرق وربا أقل تكلفة عندهم الجودة الفنية التقنية والبدنية يعني جامعين الثانتين تتكلم على سلفاكيا تتكلم على سلفينيا ففعلاً هذا الكلام مواقع السؤال الآن عندما نجد تكلم عن المدخب إيطالي طبعاً أنا عبد المخ المقدم مختلف تماماً عبد المخ المقدم تتكلم في حلقة سابقة وتتكلم على سبلتي وتتكلم على على أنه مدرب يتطور وعظيم زي كذا ولكن نجد تخبط من المدرب سبلتي في المفترة الأخيرة حرفياً يعني تتكلم على المباراة الأخيرة لأول مرة تجرب ثلاث سناتر وأدخل في المباراة لعبي باستوني ولعبي دارميان ولعبي كالفيوري طريقة أول مرة وكانت ممكن تكلف الخروج لو الهدف زكاني في الدقاغ الأخيرة ودب الله طرح لك السؤال أيضاً نجد إشادة حرفياً أنا مضطر أني أشيد وهذا الشيء اللي قالها الضيف عبد الملك على لعب اللي توزئ ولي ما يتوزئ كالفيوري قرر في دقيقة ثمانية وتسعين أن يطلع ومدافع أي مدافع غيره قادر أن يلعب باس للمحور ويلمحور تصرف أو يعطى الظهير والظهير تصرف ولو طلعوا ما رحوا لهم يعني كالفيوري في النهاية يعني هو مدافع ومشكلة أنه ما سجل هداف لكن قرر بشجاعة وبقدرة ومخاطرة عالية جداً أنه يدخل في العمق ويلعب الونلي فراتيسي ورجعها لها في التو ويدخل ويسحب معه المدافع يلعبها الزكراني اللي يسجلها على طريقة دلبير في ألمانيا فهل كان قرار سبليتي تشوف اللعبة ثلاث مدافعين وتغيير الطريقة في ظرف يومين قرار سليم أم ترى تخبط بالمدرس هو خاف كثير أنا شوف أنه أخي ترى أحيانا الجانب التاريخ أنت ما تقدر توقفلها يعني يعني نذكر ريال مدريت جاس 19 سنة ما يقدر يفوز على دي بورسيفو إلا أن فك العقدة كنت تذكر الكعب للعابة للنزيمة بعد أن فكت عقدة ملعب ريالزور اللي هو حق دي بورسيفو السجل الإيطالي قدام كرواتيا سيء فأنت داخل فرستين ليش تعطي كرواتيا فرصة أنها تضغطك في نصف ملعبك إلا أن يسجلون عليك وبعد كده تبدأ هو زي ما قال قالوا أنه أنا طالع في المؤتمر وهو صراحة الأمانة متحدث جيد يعني يعرفي بيعي كلام حرفيا أي قال أصح أي قال أنه استحقنا التأهل لأنه جازفنا ونزلنا اللعيب اللي عندنا ونهينا مبارا بستة لعبين تقنيين طيب ليه ليه ما كان من البداية لما أنت أشرت إلى نقطة كالفيور ترغي صورة مرة جميلة في اللحظة اللي هو طايح بعد ما باصل كورة الناظر في الصورة بروزفيتش بروزفيتش كان عارف في اللقطة دي كان الكورة دي بطرح هدف يعني كان طريقة تلويم اللعبة كرواتيا أنا شلون خليته يقطع كل ذا المسافة ويباصيها حلت الكارثة علينا لما نسمحنا لأنه يطلع أنا أقول دائما اللاعب الشجاع اللاعب الخلاق خلاق من كثير رعبة خلاقي مس الشجاع الكورة تكافك يعني حطت رامس فيك يا رجل اللي قدامت لتك ومدريت شون طلع شون طرب شون جيت في الزاوية كورتوى طاير معها إلى أسفل القائمة من بعدها مسيرة ثانية كتبت ليش؟ اللحظات العظيمة أنا أحس كده يجينا شعور أنها تحب اللعبة الشجاع اللاعب الخواف طول عمره ترمى التاريخ لا ينصفه كورت القدم لا تنصف هذه الميزة كده استخدمتها تخليك ما تريد تستخدم أي تطمير بودكاست ثاني الحلقات اللي عرفتها واللي أثرت فيني واللي أحبيتها مرة 9-200 منها هي كانت أنه فلان واحد من الأستقاق اللي اسمحت في الحلقة فهذا اللي سويناه في الصالة تكتشف من خلالها حلقات جديدة وتجربة جديدة للاستماع للبودكاست تبا؟ أنا شوف لازم يكون المنتخبات بشكل عام عندها أمورنا تكتشية في الآن أتكلم عن الرسم يعني يطال في إنجلترا في اليوري اللي راح لعبت 4-3-3 لعبت 4-2-3-1 لعبت 3-4-3 وكان عندها أمورنا تشكل على حسب المنافس وتلعب بطريقات اللي توقع تلعب فيها عكس لما شوف أنا ودي أرجع لإنجلترا عكس لما شوف هالبطولة يتحس أنه لينكر لما تكلم كان يشتم في اللعبة طلع تقرير اليوم في صحيفة تليغراف كان يتكلم أنه يحقق أرباح من هذا الشتم في الرنامج حقه فلكية وموجود عندك في المنتخب 12 لاعب يلعبون مشاركاتهم الأولى على مستوى الدولي يعني هذه أول مرة أنا لعب أمثل فيها فلما شوف لينكر بالطريقة هذه بعد أول مبارا وحنا ما كنا سيئين حنا فايزين في المبارا ونقد نصدموا اللاعبين في الوقت حتى ساوت كنت تتكلم عنها أنه كيف عملية النق تجي وانا فايز في المبارا ولا وتجيك بشكل قوي اللاعبين ما عندهم تتجربة الخبرة أنا شوف أنه هذا ينتج باختصار هذا ينتج خوف من الفشل أكثر من رهو بالمخصار وهذا يخليك تحت ضغط خايف تخطي الخوف الخوف من الفشل أنا بالنسبة لي هو بداية نهاية اللاعب في شكل عام أنت لما تخاف من المحاولة تخاف من أنك تفشل أنت الآن جالس تحرق تدمر اللاعب في مرحلة مبكرة تكلمت عن سير جرامس وبعليو نودي والله أبو سليمار تكلم عن هذا الموضوع اليوم ندي يتكلم على مثلا لما تتكلم على أفضل المدافعين في العالم هناك ناس كثيرة تقول لك سير جرامس عفوا ليهو فان دايك أتقبل أفضل مدافعين في التاريخ طبعا أننا نقرأها على المستوى العام خل الفنيين والمستوى الخاص تكلم على المستوى العام اللي نسمعها فان دايك أفضل من مالديني فان دايك أفضل مسير جرامس تيجي تناظر فان دايك مشاركة واحدة في كاس العالم خروج من منتخب الارجنسين في دولة الثمانية مشاركات مخجرة في اليورو بتأثير على منتخب هولندا تأثير أقل ما يقال عنها جدا عادي تيجي لمسيرته رياضية بشكل عام عبارة عن تقديم موسم وسمين أنت ممكن تابعت الدورة انجليزة كثير مني أنا ما أتكلم على فان دايك هل أنت حطه في لفل جون تيري سول كامبل أو حتى مدافعين آخرين لنجح لهم هل يوصل هذا اللفل هل حين اليوم حنا من أفضل مدافع بالدورة انجليزة الآن هل أنه مقوير صريبة 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 هو أفضل مدافع حاليا بالدورة انجليزة على وجه نظر لكنت ولا يعني هو هو روبين دياش تقريبا هم أفضل تخيل أنه أنت لاعب صغير جاء من الدورة الفرنسية بسنة قدر أنه ياخذ مكانتك أنت بالدوري أنا برأيي يعني فان دايك ما يصنف ولا حتى من ضمن أفضل عشر مدافعين بتاريخ الدورة انجليزة ولا من ضمن عشر في الدورة انجليزة مدى موسم أو موسمين استثنائية أنا أبغى مسيرة هل اللاعب عنده مسيرة استثنائية أو موسم مسلمين استثنائيات صحيح فأنا أشوف أنه لاعب ما يملك هذا الشي يعني تكلم على مسيرة فان دايك يعني عندما تقول أفضل لعب في التاريخ الفيناس مثلا بتقول لك مثلا نتبنى وجهة نظر محبين فان دايك يقول يخي هم تورط في جيل سيء من خبولند طبعا نقدر أسقط هذا الشي على سميراندانويتش مثلا أنه سولفيني وكان يطال يمكن حظب مسيرة أقوى وهو هولندي ما أقول لك أنه سولفيني أو سلفاكي هولندي أوبلك مثلا نقدر نسقط هذا الشي مثلا أن نقول له وإن أسباني كان فاصل بطولات فارت سخيب فلكن هل فعلا فان دايك المتكلم على فان دايك أنا شوف صراحة أنا مش نجل من خبولند أنا أحب أن تخبولند تأثيرا مساعة برتقالية مدينة برتقال أنا في ظني شوفي أبو ورد أنا في ظني أنه في محورين لتقييم اللاعبين خلينا نتخير أنه في محور أفقي كذا وفي محور عمودي قربناها حصة هندس هذه اللي هي اللحظات الخالدة بالنسبة لللاعب وهذه اللي هي الاستمرارية أنا في ظني أن الناس دائما تنخدع باللحظات العظيمة هذه اللي تصير عند اللاعب وأبرز أكثر مثال صارخ على ذلك مرة أنا كاس عالم 86 دوريين مع النبولي وش بينها بس ماذا قابلها وماذا بعدها بس ما فينا مادلج نجاح مستمر لا لا وش قابلها وش بعدها الناس تركز في هذه بس تعال قول له وش سوى في الموسم الثاني ما يعرف وش سوى في دوري بطال الأوروبية وش سوى في بطلات الأوروبية كما يكون عندها معلومات بس كل الناس تدري أنه وصل لللحظات الخالدة هذه المعيار الثاني اللي هو الاستمرارية عم تجي لمدافع زي سيرجو راموس انتقل ريال من دايد عمره 19 سنة طلع من ريال من دايد عمره 34 و 35 عاش 15 سنة تقريبا من مسيرته تلعب في أفضل نادي في العالم مطالبة تفوز بكل شي مطالبة بالدوري ودوري بطالة الأوروبية كل سنة ولعبت في فترة من اللي كنت تواجه ميسي رونالدينيو سامويل إيتو لويس سواريز أفضل المهاجمين على مستوى العالم وما كنت الرحم من وينت صغير تتكرك تتشهير مع رونالدينيو إيلين وينت كبير يابد أنك تتعامل مع ناس ممكن أصغر منك في السن فأنت نحطيت في شريحة اختبار عمره 15 سنة هنا تقدر تقيس مدى استمرارية لعب لما أقول لكم مثلا مارادون عند اللحظات العظيمة أنا بالنسبة لي رقم واحد على مستوى الاستمرارية في الكرة هو ميسي ميسي من طلع مع برشلونة من بدأ يعتمد عليه في موسم ثمانية وتسعة كلاعب أساسي ويبنى الفريق حوله إيلين طلع من برشلونة إذا بنعطي تصنيف من واحد إلى عشرة ميسي ظل دائما يتراوح ما بين تسعة وما بين عشرة ما ينزل على صح عند لحظات عظيمة مثل موسم 2014-2015 مباراة زيلي سواها ضد بيرميرخ في نسل نهاية دورة يبطال أوروبا موسم 2011 كان سطوري 2008-2009 على هدف السجلة بالراس ضد يونايتد على قصة القامة قدام فردناند وفيدتش عند لحظات عظيمة بس ما بين لحظات العظيمة ذي ظل ميسي هو ميسي أنا أعتقد أن المشكلة من أقرب واحد كمان بشبه لك واحد تتذكر مثال جيدا مايكو البيك حق مايكو أنا بالنسبة لي أعلى من كاف وأعلى من كرف بس كم سنة لعبها مايكو في هذا الليفل سأت بوسم أبو سنتين ثناث بعدين أنا أتذكر فترة مورينيو أفريق كان يلعب ضد الانتر شيل هم مايكو أو كيميلتو شنايدر بس يشيل هم مايكو في رقم ممكن الناس ما تعرفه موسم 2010 يجبنا فيه دونابطال مايكو مساهم هدف أكثر من ياسا وشافي طبعا هذا لا يعني بس كان سلاح يجوني للانتر بشكل والهداء سجل في بيل سجل في فونتوس سجل في برشل بس ما تكتب تقول عنه أنا حسن من كافه ولا حسن من زالتي ولا زالتي سنحول السؤال لا أريد أن أحبتة جديدة يحزوني عليها أنا بيقول أنت في بداية مقطة تكلمت أنه ليش فيه كلامي قال أنه هذا اللعب أفضل اللعب في التاريخ وانت تشوف أصلا الناس القدامة نحي مانجادة المصطلع يقول وغيرهم الناس القدامة يقولك أفضل اللعب في التاريخ مردونا وتلقى يروح الجيلة أنا دل حين أتكلم عن نفسي لو تذكرني بحاجة قديمة حبيتها ومصط فيها طبيعي أني بخليها خالد وهي الأفضل بعد سنوات إذاك الجيل الحالي بيقول لك بعدين أفضل اللعب في التاريخ هو ميسي وبعضه بيقول لك مرنالدو كريسيانو بيجي جيل بعدين بيقول لك مين يا كريسيانو ما كان في كورة قبل الكورة دي حين تطورت وازياء وحنا اللعب حقنا اللذان اللي ما نجيش نسموه هو أفضل فهي تقعد تطل ترجع لذائقة صح؟ لا ترجع لحالتك أنت ترجع لحالتك أنت أنت لما تولد وقدامك هاللاعب تعيش طفولتك معه وذكرياتك معه وتاخذ هترة عشر سنوات خلاص سيرت تبط فيك لين نهاية عمرك فتطل أي واحد عمره في الخمسين أو أكثر يمرتبط بمردونا أي واحد عمره في العشرين الجميلة والشهاد خلاص ابتباط فيها على طارق لحالات العظيمة في لعنة أقرب مثال أقرب مصطلح لعنة على اللاعب العظيم دائم يعني اللاعب العظيم دائم ينحط في موقف أنه يقارن بنفسه في عز مسيرته فيتم تقييمه بناء على نفسه وهل هبط مستوه لله وليس بناء على اللي حوله أو منافسه في الخانة وهذا يؤدي إلى أن يتم التعامل معه أو طرده بناء على سبة نفسه يعني قيمتك واخترتك وشلتك بناء على تقييمي لنفسك أنت ونواحد ثاني نفسك هذا نير تقريبا قبل اليورو بسبوعين وثلاثة عملت صحيفة وحدة الصحفة الألمانية تصويت قارت فيه تبغى نير وليس تقن 70% قال نبغى نير قارن نبغى نير ما نبغى نير 70% نتخين 70% جمهورة يخشك 40% من المجتمع الألماني فليش قالوا هالشي قالوا اللبنان على المستوى نير أو هم يرون المستوى نير طائح بس المستوى نير لو طاح هل هو يتقي أنه يكون أو يقل عن مستوى الشتقة في اللحظات العظيمة في هذا اليورو المنتخب ألمانيا ضد سويسرا كرة شاكا ضد المجر اللقطات يعني كتشوفة تقول مجزاث 100-20 سن أنت عمرك طبعا هذا كله يرجع سبت يصاب للجتة بعد كنس العالم لما كان يتزلج 18 تقريبا غاب 311 يوم مطاك كورة والناس خلاص ملت دائما تحرس دائما تحرس اشتقي نستاهل نيل أتوقع أنه هذا الشعور اللي جاهم ولكنه خالفهم يعني نتكلم على الماني ولكنه بالنسبة في منتخبات صراحة في اليورو يزي النمسا تصدرت في مجموعة صعبة مع رانقنيك وقدموا مباريات ممتازة جدا ودفولندا يعني ضد فرنسا مباريات مباريات رائعة على الأمانة أنا بالنسبة لي شفت توظيف جديد لسبيتزر يا أبو علي يعني أول مرة شوفت تقريبا لعب مواجم يعني في حالة التحولات دام تلقي سبيتزر وآخر وطاق الرقم 9 وطاق وكابتنية ويعطيها صرحة يعني سيناريو بالنسبة لهم قاتل يتقدمون يرجعون مع ذلك مصررين على أنه يلعبون كورتهم اللي هم قاعدين يلعبون يعني أنا رانقنيك ما يعرف صراحة قبل فترة ولم تكن بالنسبة لي فترة وصعب أني أقول فترة ناجحة لأنني ما طول بس هل لا تشوف منتخب النمسا واحد من أبرز منتخبات اللي عبدت درونج مع شوف نظريات جديدة في الكورة وعنده نظرة مختلفة وطلع من تحت يده كثير الممدربين المميزين ممكن ترى حالتهم تشبه لحد كبير معنا ما نعرف من بيوصلون في البطولة اللي صار مع دنمارك في كاس أمم أوروبا الماضية فعليا كان معظم عناصر المنتخب يلعبون في الدوريات الخمسة الكبرى هو أمر غير معتاد بالنسبة البلد زي عندهم واحد يلعب في بلجيكا عندهم واحد يلعب في هولندا يعني تتكلم عن ما يقارب العشرين لاعب كلهم محترفين في دوريات عليها الكلام في أوروبا صح ما عندهم السوبرستار البارز اللي تقول مثلا زي حالة إيركسا مع منتخب الدنمارك بس تتكلم عن اللي موجودين تتكلم عن الجيل اللي يلعب في البطولة ولكن فريق جماعي هكثر فريق يقول عندهم قدرة على أنهم ينفذون تعليمات المدرب ممكن أكثر من اللاعب المهاري اللاعب الفن تبقشف توظيفه بأليو لك طيوان دي توظيف سبينزر بهذا الشيك أنا أعتقد بعيدا عند البطولة والمباراة اللي خلى ريال مدريد يفوز منهاي دور ريال بطال أوروبا هو اختلاف دور اللعبة سبينزر في الشوط المباراة الثاني في الفاينل الشوط غير ما خلى كروس يلمس الكورة المدرب قايل لا ينزل كروس لا يلمس الكورة في كل مرة ريال مدريد يبني اللاعب يعطي الكورة كروس يجي داع ينشف حلقة هنا كروس أنا عارف سنينة تابع كروس مع ريال مدريد إذا حس أنه ما ينقدر يسوي شيء من الكورة دفها لك رح ودها على الجهة الثاني كان كلما جاءت الكورة عند كروس ما يقدر يتصرف الشوط الثاني بدأ سبيتزر ما يضغط بدأ ريال مدريد يطلع الثلاثة اللي هم تكلم عن ناتشو وروديقر مع كروس بدأ يطلعهم يحطهم على خط النص فغطناها في نص منعبهم معرفت هنا ريال مدريد بيفوز هل الموضوع أنه تراجع بدني هل الموضوع أن المدرب طلب منه أن يوفر جهد لأنه ممكن يحتاجه في عملية التحولات لكن أنا في ظني الشوط الثاني يوم بدأ سبيتزر ما يضغط على كروس قلت هنا فهو فعليا لاعب متعدد المراكز نستغرب شو ما نجح مع بايرم يونخ مع أنه يعني خلينا نقول لاعب تستخدم فكثر من مراكز أنت تخيل ثلاثة أصلا تخيل أنه أنه ناكلزمن وياسلي مدرب الأهلي وثالث هم تخيل كلهم تتلون تحت راينجريك واحد من أعضاء مدربين ترى لما وصل للنمسا وهذا كده على السياق الحديث جاهم هم مدرب دفاع كان طول خمس سنوات ركم باص ودافع ولا تهجموا ولا عمرها النمسا تتعرض دور المجموعات اللي مرة واحدة في اليورو السابق ومتالك معي طاليا وفضى فيها توقع فجاء راينجريك ومجال لقى فريق دفاعي كويس قالوا أنت بسيباركم تطوركم هجوميا بسيباركم كيف تعملون تحركوهم كيف تمسكون الكورة كيف تعملون التحولات فعلا خلق جيل رائع لا وبنى منظومه داخل الفريق طور اللاعبين كافراد تعامل محهم كشخصيات بالإضافة لذلك حول مباريات المنتخب النمساوي لأنها ما تدعم من الجماهير إلى مدينة ثانية لين قالوا أنتم ما تحضرون ما تنتبون للمنتخب حولها مدينة ثانية كم مباراة لعباناك ونرجحها لا نتكلم عن 19 مباراة ممتتالية ولا خسارة أوفهم بموقع خسارة خسارتين ضد بلجيكا وفرنسا بفرنسا الأخيرة وبلجيكا ثلاثة اثنين ثلاثة تعادلات وفيها 14 انتصار منتصار على إيطاليا على ألمانيا على هولندا على السويد على كرواتيا أبو عالية نتكلم الآن على مثلا منتخب النمسا وتأهد نجي اليوم صار حدث غريب صراحة في اليورو منتخب أوكرانيا بأربع نقاط يطلع من البطولة ويتأهلون منتخبات أخرى بثلاث نقاط لأنها خذت أفوى ثالث ومنتخب أوكرانيا كان من ترتيبها رابع هل تشوف المعادلة عادلة وهل أن تشوف إضافة المنتخبات أو أفضل ثوالث أنا والله أدي حولها لأبو عسل أنا أشوف النظام أفضل ثالث نظام قبيح جدا ليه يعني أن تكلم أن أول شيء يعطي تخاذل بعض المجموعات ثاني شيء أنت لما تتابع المجموعة الفريق أنه أصلا هم أربع 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 فرق يصير واحد منهم ثالث يتأهل أحس محبط حتى للمجموعات الثانية فأنا ضد دائما فكرة وجود أفضل ثالث أو أفضل ثوالث يعني مع أن المنتخبات يتأهل وأنا ضد ضد كثرة المنتخبات المشاركة أساسا ضيق لا أتفضل كده اتخاذ الموجود في بطول التقام فيها مجموعات يعني آخر مباراة يلعب هذا الفريق اللي فايز مبارتين عادي يلعب برديف ويخلل الفريق اللي يلعب هذا يفوز يحصل على الأفضلية أنه فريق القوي أنا أفضلية يلعبت مع الفريق القوي هذا آخر جولة يصير في بطولة وهذا شيء أنا أشوف ما هو الحل اللي حل واحد برجع فيه اللي هو نظام السويسري ولكن قبل كده انتكلم عن 24 منتخب تبتقللهم إلى 16 منتخب ومباراة ما منها فائدة وتكلم عن منتخبات زي النرويج زي لونيان زي قوية في أوروبا ما شاركت ارفع العدد إلى 32 قلل الفجوة خلل المتخبات تأهل تكون منتخبات قوية الأول والثاني كل خاص قويين خلل يعني لا تخلي أفضلية الأفضل الثالث يجي فيها تلاعب هذا ياخذ كرتصفر تلاعب شاس منهم دير بسلوبين أخذ كرتصفر عشان ما يجي يجي الثالث ما يجي الثاني فتشوف أنه كذا أنت ثالثي أخذني أخذ لوجهة النظر المغايرة اليوم يشوفنا بطولة اليورو صراحة في منتخبات مرة كويسة يعني مثلا زي جورجيا قدمت قدمت بطولة ممتازة زي سولوفينيا قدمت بطولة ممتازة يعني كانت تتأهل لولهدف يوفيتش اللي آخر ديقة حكسر بيتعادل كانت يمتأهل عدد المنتخبات الآن الدول اللي كانت صغيرة اللي ذكرتها بجانب إيطاليا ولمانيا تطورت بشكل كبير صار عندهم لعبة كويسة أنا كيف أبرز هذول لعبة وكيف أني أنا أقدر أقدر كرة قدم لم تطفخ عدد كبير من لعبة ممكن توصل على آسيا على أفريقيا على أوروبا على أمريك الجنوبية على أمريك الشمالية ببروزهم في أدوار متقدمة شفنا بأرتغال أنا أميل لأكبر عدد من المباريات أبغى أشوف عدد أكبر من المباريات أنا قاعد أدفع أشتراك أبغى أشوف مباريات كثيرة وخاصة المبارات غير مملة يعني أنا لقوه لو في مبارات أنت 5-0-4-0 كل المبارات تنفسية يعني أنا ما شفت مبارها في فريق اكتساح فريق آخر كما عدد الدول الاتحاد الوربي 55 أنت مشارك 24 صح زد 8 ثماني 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 عندك النلوج عندك لو رجعت روز يعني أنت لا مع زيادة مو أنك مع إشار لا هم استحين نقصونا لأسباب سياسية وقتصادية ومور كثيرة خلهم مشتحين فدك أنا أنا ثماني وخلها النظام السويسري النظام السويسري هو أعد النظام تقوم عليها أي بطولة فيها يتأهل هذا وما يتأهل ليش لأن خلاص لما يكون قروبات أنا أتأهل أتفادى هذا أخسر نفسي آخر جولة لا لا أعتقد هذا الكلام أنا ألعب في جدول واحد ويكون من خلال هذا الجدول قرعة لا مو قرعة يصير واضح عندي أنه الثاني يوضح يوضح مع الخير خلاص نحن كلنا في قروب واحد نحن كلنا يعني الكفة متوازية بينه وبينك مو تحط أني أنا ألعب يا أخي تخيل أفضل ثاني هلعب lanzờ وأنا كمتصدر ألعب كالثالث ثاني متصدر في واحد مجموعة ثاني يلعب مع الثاني وش أ receiver أنا؟ ليش ألعب مع الثاني وذلك ألعب مع الثالث هذا ليش ألعب الثاني مع الثاني منتخب كوريا لما يعني منض嘿 أيanya موندينوسيا لا ماذا؟ ثلاثة ثلاثة موندينوسيا لما تفاد أنه يطيح معه ويجاء ولعب ويطيح معنا دور 16 يعني ما هو منطقين شوف أنا بأخذها من زاوية ثانية أن الناس ترى دائما الآن الكلام أنه زيادة عدد المباريات عدد المنتخبات والمباريات أنه هدف منه تجاري هدف منه مباريات أكثر الحقوق أكثر فبالتالي فلوس أكثر لاتحادات القارية وحتى للفيفا بس أنا أشعر أنه إحنا أنفسنا إحنا ترى سألنا نفكر بطريقة تجارية بمعنى أنه أنا أبي بطولة يورو أفضل ثمانية ولا 16 فريق حد أقصى عشان أحظى بأفضل مباريات عشان أستمتع إلى أقصى درجة طب هذا تفكر أسمالي أنت بالنسبة لك الدول هذه من حقها ترى أنها تلعب يعني من حقها الآن تكلم كم منتخبات الـ 24 اللي أنت شفت في البطولة جاوا ما عندها جمهور كل مدرجات فل صادق الجورجيين تكلم دولة أول مرة تشارك تكلم عن سلوفينيات تكلم عن دول ممكن غير مرشحة وحتى كانت الأخير في مجموعاتها مباريات الرومانية المدرجة كلها أصفر الناس ذي من حقها كبطولة قارية بالنسبة لهم أنك تزيد من فرص المشاركة لأن في كثير من الشعوب سيحظون بفرصة أنهم يسافرون وراء منتخبهم وشجعونه وشوفونا يلعب في بطولة كبيرة فبالتالي ممكن حتى الشيء هذا في فيديو كان جميل قبل المباراة الأولى لتركيا في البطولة نزل أردى قولر في حسابه فكان كده زي الغرافيك أن الطفل قاعد يشوف الهدف اللي سجلوه تركيا في آخر دقائق ضد كرواتيا في كاسه ربا 2008 هو قاعد يتفرج عليه وشلون كبر مع المنتخبيلين اليوم لقى نفسه لاعب مع منتخب تركيا في البطولة اليوم منتما تدري ترى ممكن مشاركة جورجيا هذي والي يسواه في البطولة ممكن يلهم طفل في بيتهم بعد عشر سنوات خمسة عشر سنة يجي يخلق مفاجأة في البطولة أنا شوف أنه إحنا كمتابعين ترى صارنا نفكر بتفكير رأسمالي النقطة اللي أنت قلتها يا أبو ورد ترى باستثناء مباراة الافتتاح فعليا ما شفنا أولو مباراة تقول هذا فارق واضح ما بين منتخب والثاني لكن نظام تأهل أفضل ثوالث يخلي المجموعات المتخبات الكبيرة في المجموعات كأنها سيارة طبلونها 180 يمشي 60 فرنسا يعني كانت فرنسا وإنقلترا وغيرهم لأقل مجهود طيب بعد ذلك هما كانت الفرصة موجودة بعيدا عن الكلام ما كانت الفرصة موجودة أساسا من تصفيات كل الفرق هذه عندها فرصة يبس تأهل وتروح بناء الجدارة باستثناء 24 مجموع 24 فريق مثلا طبعا نتكلم عن نقطة التفاوت غالبا الدولة الوروبية ما في ذلك التفاوت الكبير بس مثلا نشوفها بطولة ثانية لكن أنا شوف أنه برضو 24 تكلم عن نص الدول قاعد جارك بالنهاية أمريكا الجنوبية كلهم بطولة ثانية بطولة ثانية في أحد توقع غير فوزي إسبانيا بكاس في عام 2011 في أحد توقع وجاء لي صح يعني ما حد توقع إيطاليا ما حد توقع برطغول ما حد توقع إسبانيا ما حد توقع بينامورك ما حد توقع اليونان ما حد توقع في الفرنسا ممكن تكون متوقع لها جات بعد كاس عالم بطولة غير متوقعة هذه البطولة هذي ما توقع يجيبها تحدى أحد يجيب يعني تحدى أن نتبدأ على منتخب واحد في تقارب مستوىات كبيرة صحة لا في مفاجأة يجيك هان منتخب سيير المجموعات فجأة بطل طيب نهاية دور المجموعات من أعجبكم من أنا بر السؤال أنا طلعني بر السؤال كميل السؤال إذا بأخذ من كل مركز لاعب ما ننفسه يتشكيله أوكي أنا بأخذ من كل مركز لاعب أتحفني أنا أؤمن بناظراتك أنا أشوف الحارس مع أخي الجورجي اليوم ما مردش فيلي أنا بالنسبة لي كان صراحة اللاعب الأبرز ودي أقول دونراما بس يعني أشوف ما مردش فيلي صراحة عدد صديات اللي سواها في العدد النقاط اللي خذوها الأربع نقاط هذه عدد ضخم مع منتخب أقل قوة من إيطاليا أوكي من أفضل مدافع لأنني ما راح أختلف معك في الحارس ما مردش فيلي حتى اللي شوفها ترى مع فلنسيا حارس عظيم وجورجي يمكن تقدر تقنعها ودي والله شوفها في الدورة عندنا السنة الجاية هو وقع ضغي قريب منتقل نادي ودي خابرة في فلنسيا ما أدري إذا وقع ما أو فلنسيا هو وقع ما حارس إذا ما نبواهم خط الدفاع أنا شوف المدافع الأبرز في البطولة كان كالافيوري ودي يقول باستوني ولكن برأيي أن كالافيوري تحديدا مع الأسس اللي قدمه في هدف اللي هو أهل إيطاليا يعني إيطاليا لو ما سجلها إذا كان هدف معنتاج اليوم إيطاليا أوت فكان حرثيا هدف مو هدف يعني رفاهية كان الآن صار احتياج إيطاليا لو ما سجل لك إذا كان القول كانت إيطاليا خارجي البطولة أنا بدأت أشك أن يمتفق معك قبل أن نسجل أنا أيضا أتفق في كالافيوري حلو طيب الآن بسط خلشوف لا أنت الآن بتقول بسط أنا أتابع مبريات البطولة قاعد يقول حسبي الله عليك يبد يخترى قبل لا يلعب الستي دي بروين كان يلعب عشرة تحت المهاجم وفي فترات مع فلفسبورغ كان يلعب تسعة وهمي يعني كان يلعب قدامه تقدم مرة في البطولة هذه طبعا سابقا مع مارتينيز كان يألف ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة خمسة ثنين أربعة ثلاثة واحد عشرة تحت المهاجم اللي هو الأوكاكو غرقهم غرقهم فرص يعني أنا شفت نسخة من دي بروين يعني أوكيهو مع الستي مذهل بس مع الستي تحس إنه لاعب عنده وظيفة عنده دوره معين يلعبه يربط مع الظهير لك نصف الملعب اللي مين تلعب فيه مع بلجيك يلعب تحت المهاجم طبعا رويز قدم بطولة ممتازة اللي هو لاعب وسط إسبانيا رودري إذا بدخل معهم لعب تلجنة حابب تقول حتى ممكن نيكو وليمز لكن أعتقد أنه بالنسبة لي أفضل لاعب وسط في اللي شفنا في دور المجمعات أفضل مهاجم مهاجم جورجيا كلهم متفقين على أصح أنا لعب الوسط أنا أميل لسبيتزر نفس تفضيلي اللي مماردش فيلي على دوناروما أشوف تسبيتزر صراحة أقدم بطولة مذهلة مع منتخب أفضل مهاجم من ربع ساعة للعبها جيرو تقول أحسن لعب وسط لا ساكة الفريق كله يعني ما تقدر تقس عليه منتخب كله سيد يعني واحد أنا أتوقع أنك حبيت أرسنل على وقت بير كامب ولا قبل تقريبا يعني واحد ذائقت البصرية كان بير كامب شون يعيش تلي انري جيرو مرة نقيض لا لا حنا تفسيرنا للموهبة مختلف أخراس عندنا زي الكريش المعين للموهوب اللعب الموهوب غو اللعب مثلا المهاري طريقته أنا بالنسبة لي أشوف مثلا جيرو اللعب مثلا اللي يلعب راسه كويس أنا أشوف أنه مهارة أنت تشوف أنه مهارة أنا شوفه مهارة صعبة ممكن لاعب ثاني ما يقدر أسويها هل بالهوى جيرو مثل ميسي أكيد طيب هذي موهب هذي موهب بس السؤال اللي يطرح نفسه يا أبو سليمان الآن لو أقولك آرسنل اختار ما شئت بالمواجبين اليوم اليوم أجيرو كبير خلنا ناخذ البيك حجيرو مثلا البيك حجيرو مع وفرة المواجبين الحاليين عشان نكون منصفين وعادلين انت شو تسوي قصتك الآن أختار أحد أي اختار نعبيك جيرو يعني من الموجودين اليوم أي لا أختار جيرو الله على الوفاء لا أختار جيرو لا لا أجد أختار جيرو الحين حننا الحين نبحث عن مهاجم ومواصبة جيرو حن الفترة هذه نبحث عن مهاجم لأننا افتقدنا العام اللاعب ومواصبة جيرو بس في ناس تقولنا جيرو لدرجة أنه قدمنا كما تعجل الخصائص الموجودة بس خلنا ماليش يعني بو سليمان خلنا نكون شوية موضوعين في الموضوع أنا حب جيرو يعني صحيح نحن نجلع في الميلان وسبب رئيسي من خسارتنا للدوري بلد في اللي سجلها لكن تتاي جيرو يعجبني يعني أنا أتفق معك في هذا الموضوع جيرو مؤثر على المنظمة الفريق السلوب سلوبه مختلف الكورة العالية صعبة التي تأخذ منه العرضية الوان تو الوان تو يعني لمسة الحلوة بس ابو سليمان في أشياء كثيرة يفتقدها كخصاص المواجب تكلم سرعة يفتقدها المهارة يفتقدها الجري بالكورة مثلا خطوتها ثلاث خطوات تسارعة يفقدها يعني أنا شوف أن هذه مهارة أصيلة في رأس الحربة لا أنا تتفق معك للعب كويس بس ما حطيتها فهذا أنه لو أضفنا الميزتين هذي صار هو ممتاز بالهوى وسريع ولو أنت فأنت تتكلم عن لاعب ما رح يتكرر أصلا يعني تتكلم أصلا زي كذا يعني من فيه زي كذا هذا رح يكون يعني استثنائي بالتاريخ أصلا لكن هو فعليا بناء على الميزات اللي موجودة فيه واحدة ثلاثة اللي موجودة فيه هو الأفضل طيب هافردس الحديث عن هافردس الآن الغريب فعلا منتخب المانيا فولكرق هذا المهاجم ومسجد 13 قول منتخب المانيا في 16 مباراة يعني هو هداف الفريق في هترة الماضية ومع ذلك هافردس هو اللاعب الأساسي بخط الأمامي أنا ما هو مركز الأساسي لللاعب على فكرة أنت بحكم أنك تتابع أرسنل أنت أكيد أنك تتابع بالراحة أكثر مني أنت تشوف تفضيل المدربين لهافردس على جيسوس في الأرسنل على سبيل المثال على نيكيتيا يكون في لاعبين مهاجمين وفي المنتخب المانيا على فولكر تشوف أنت وش السبب وراء ذلك وش السبب التكتيكي اللي خلوه يختارون الخصائص اللي موجودة فيه مهم موجودة بكل هذو اللي انت ذكرتهم مهم موجودة فيهم نهائيا وش الخصائص اللي تتفعل الحين 90% من الكورة صارت الكورة تلعب من وراء 90% مرات كثير الفريق يختنق ونهو قادر يطلع الكورة اللاعب اللي زي هذا هو اللي يفك بالاختناقات اللي زي كده قصك فضيالي وغلق لا ينزل كورة اللعب يعني شوف حنا بالنسبة لنا لما ينزل نق الفريق الموسم الماضي كورة طويلة من الحارس الكاي وكاي ينزل الكورة وتبدأ انت عجبتك من جديد ما انت مضطل انك تلعب نفس سلوبك كله مبارات واصلا فرق الثالث صارت تقراك وما تخليك تلعب كل سلوبك كله مبارات وهذا اللي خلو بيب أصلا يجيبها لأنت شوف أنا أعتقد انه فيه متلازمة جديدة في الكورة اسمها متلازمة تلعب كويس باسمها الأمركت بمعنى الآن هافرت تخيلك كده بالقامة البدنية اللي عنده جناح يميد لا عشرة طيب مين المهاجم اللي بيلعب قدامه ما ينفع عشرة جناح يسار مسائلة أفضل منه طبعا نحط ما في مكان يلا حط مهاجم مين زي رودريكو في ريال مدريد دي بروين كان هو مكمل لي فينيسوس بن زيما هو يلعب كلاعب جناحي معنى هو في الأصل لعب جناح يسار طلع بن زيما طبعا نحن ما عندنا مهاجم وانت لعب كويس بس ما ندري وين نحطك خلاص خلك مع فينيسوس بتشوف حتى مبارة متخبة برازيلي الاخيرة الاثنين تحسهم كلهم جناح يسار أحس انه مؤخرا قاعدة تصير هذه في الكورة كثير انه في مدربين أنا عندي لعب كويس بس ما له مركز واضح ما له مركز أنا أقدر أني ألعب فيه فبالتالي وين أقل مركز أني عندي جودة عناصر فيه يلا خليني حطه ستي على سبيل المثال لما طلع قندوقان وصار الفريق عنده نقص واضح في لعبة الوسط عوضه بمين عوضه بألفاريس من مثل يلعب اثنين تسعة وين قلت أن ألفاريس ما يلعب تسعة وممكن يلعب تحت المهاجم بس هو شوفه في المنتخب الإرجنتيني يلعب تسعة البنية الجسمانية اللي عنده لاحب تبكة التسعة ما لما كان في الملعب وين أكثر مركز أنا ممكن أستغني عن لاعب فيه عندي نقص تحت المهاجم يلا حطه مع أهلت أنا أشوف أنه من تلك قاعدة تصير كثير في الكورة أنه لاعب كويس بس ما لعب هل هذا الشي ينطبق أيضا على فرانتوروس لأنه قلت حصائي غريب عنه من جاء من تعين ديلا فونتي اللي بناس بيشبه بس ليمانتر من تعين ديلا فونتي مدرب الإسباني أكثر لاعب ساهم بهداف اللي هو فرانتوروس يعني فرانتوروس وجد نفسه من جديد عرغم أنه ملاعب أساسي نفس نفس تقريبا نظرية فولكورك هو أصلا الجراحة اللي من الماله ونيكون المهاجم المهاجم اللي منطقة إسبانيا مراتب مراتب فهو ملاعب أساسي ومع ذلك أرقامها أرقامها مرتفعة السؤال يطرح نفسه مع تواجد لاعبين تخلون بالبكة وشجون هداف هل اللاعب هذا لو حطيته أساسي رح سجل هداف وليه لاعبه بربو ساعة عشر دقيقة يعني في كثير من اللاعبين تقول يخي له لاعب سادة ترقامة ممكن مم صحيح يمكن له لاعب أساسي ما جادة ترقامة من تكسب من فرانتوروس فرانتوروس سبعة وخمسين دقيقة ولاعب تواجيك من فرد برمن كان هابط وصعد محهم في عشرين وعشرين وعشرين يعني الرجل في تلاثين من عمره ووجه كده ما تحس نموس موسيم ولا يعني ما يمدق بطير تحبه لأنه يسجل هداف هذا الشي معظم أنا عندي قناة أنه معظم إذا ما كان كل المهاجمين الهدافين تسعة الهدافين لازم وجه يكون ودق ما يكون حير نفس مهاجم جورجيا ووجه يقهروها فرح تيت اللعبة تتقهر كيف يقهر تسعة الهدافين أكثر منتخب عندها المشكلة ذي أنه في لائبة كده من الداخلين في مراكز هو إنقلترا وترى هذه المشكلة جاءت بسببت أنه قبل كان في صانا لعب كان في مهاجم تسعة فكريت أسس الأكاديمية واللعبين علم في لعب صانا لعب في لعب تسعة ونصف ولتغى هذا الشي فتغير أو نشب اللعب بعدين لعب أوزيل كثير من اللعبين بس منتخب الإنكليزي تشعر أنه هذا الشي داخل في الفريق تشوف فودن نفس مكان ساكا بنقهام صانا لعب طيب هل لازم يلعب بنقهام صانا لعب أو لا عادي رجع متأخر وخري قرقر هل لازم أحط واحد جناح عيسر مثل فودن ورحمة هنا أم لا ودي فودن على يمين وخلي ساكا بره ونزل جوت فاهم اللخبطة هذا الشي حسن جاس تداخذ مراكز جاس أبو عالي بس عشان قبل أن ننهي نبدأتكلم على الكوبة على عجالة وأننا قاعدين نعاني من تحديات الكوبة عدم نقص صراحة فللأسف يعني آسفين يا جمهورنا المحبيين للكوبة أننا يعني حرفيا عدم النقل مع التوقيت ممكن شوي معاني صعوبة لكن شفت مباراة البرازيل الأخير ضيم ضيم حرفيا بغض النظر أنها ضيم يا أخي أنا أعرف وش قصة كوستريكا مع الحراس يعني بعد كيلورنباس أنا شفت يعني في بلاث مبارا قلت يعني كيلورنباس يعني فيه حارس جديد وحارس يعني صراحة أمكانية كبيرة ورأيي أنه سبب رئيسي من بقاء مباراة صفر صفر خروج كوستريكا بنقضة البرازيل لا تعقيد ما راح تعاني مصعوبة في الداخل برضا لكن هل هذه البرازيل اللي أنا عشانها شكلهم قبيح أنا أقولك أما أقولك ضيم أنا تفرجت عن برات 90 دقيق لما أنا شفتها يعني اليوم الثاني معادة شوف برازيل عندها مشكلة مشكلة عمرها سنوات حاولت تسترجع كل لعيب البرازيلي اللي أنت تعرف لعيب تطراف كويسين مهاجمين كويسين محاورة قوية تكلم عندهم قاجل بيرتوسيل في السيمير ويميرسون وغيرهم بس البرازيل طوال تاريخها ما طلعت لعب ثمانية في النهار برازيل طوال تاريخها ما طلعت مودريتش ولا طلعت كروس ولا طلعت ريدوندو ولا طلعت أي لاعب يلعب في عمق الملعب باستثناء صناع اللعب لاعب يقدر يطور الهاجم يعني ياخذ الكرة من المدافعين وبعد كذا وممكن نصنع لكم حتى المدافعين أنفسهم لما تشوف اليوم المدافعين تقدر تقول عننا إنه كويس في بناء اللعب ترك ما رح تذكر على واحد برازيل ياخذ كورة ويجري يعني قلينا نقول يمشي فيها زي لوسيو تلقى زي ميليتاو متهور مع ريال مدين بتلقى بس فنان لمستة حلوة يعرف يبني لعب من الخلف ما تلاقي في البرازيل وش اللي كان يعوضها إلى حد ما عندك حلو المتوزه في الجانب الهجومي وهذا أسوأ جيل في تاريخ البرازيل كطقم أظهره اثنين يعني تكلم كافو روبرتو كاروس مارسلو ويمين سواء داني ألفس ولا ما يكون شوف من اللي يلعب اليوم الأظهر اللي موجودين عندهم عندهم معاناة كبيرة جدا في مسألة أنه لما فريق يلعب ضدهم الآن كستريكا قدمت النموذج النموذج هذا أنا متأكد كل المنتخبات تمشي عليه ممكن ترى حتى الأرجنتي لو تلعب ضدك تلعب ضدك بهذا السلوب خذ كورة تبتبلش فيها فعليا البرازيل ما كانت قادرة تخلق أي فرصة من حالة بناء لعب ترى معظم إذا ما كانت كل فرصة أنت بتشوف لو بتتابع الملخص تحولات هجومية كستريكا تطلع بالكورة برازيل تقطعها لعبها في ظهر المدافعين عندك أربع ممتازين في الجري في المساحات يطلب كورة ممكن بعد ذلك يشكل خطورة للمنتخب البرازيل هو يعني مدربهم اللي هو دوريفال جونيور تركيبة عجيبة أربع ثانية ثلاثة واحد بس فعليا اللي هو العشرة باكيتا رح انتوا رفيني يا يمين في نيسي سوردريغو رح يسار انتم يضم لكم ظهير انتم يضم لكم ظهير وحاولوا تبنوا اللعب على أطراف ما لقيت حل رجعها في النص ورحها على الجهة الثانية فعليا فريق وانت تشوف تشوف اللعبهم تحس ان في شيء يستفزك لكن المستفز أكثر بالنسبة لي برازيل كانوا يفاوضون انشيروتي وميتين على انشيروتي بس بيريز حالة بينهم وبين كارلون ياخذون جدد عقدة مع ريال مدريد لأنهم وصلوا إلى قناعة ان البرازيل ما فيها مدرب صاحي ممكن يمسك ذلك المدخ ولكن هل تصل إلى درجة نكتعي مدرب عمره 62 سنة مسير هو بدأ يدرب عمره 40 مسير التدريبية 22 سنة لك انت تخيل فيها 26 محطة تدريبية يعني الرجل في الغالب ترمي يكمل سنة فأي نادي أطول فترة قاعدها في نادي سنتين قاعدها في سانترس ولا عند انجازات ولا هو ذلك الاسم الكبير يعني هل وصلت البرازيل إلى درجة انها تروح تلعب في الكوبا بمدرب زي هذا عندهم خيارات أصلا برازيلية موجودة الحمسسوك لو بيجي مدرب برازيلية موجودة في موجود كان ذكي كان يختارهم كارلو شرتي جدا لو انجردهم كارلو شرتي بيجي من كاس العالم بيجي من كوبا بيجي من بطول الميف في عادي بيسجي بيجي كشي بس طرح أنا الساحة الحق اللي قال لا لا هو لا لا موسح كان لون شرتي من أدك المدربين اللي ياخذ اللاعب بنفس جودته كامل يعني فيه مركز ما يراح يتفسف عليه وإذا قال أنا ما قدر لعب هنا خلف ما قدر تلاتين تعال أنا ساعدك يعني زيدان أو عفوا ونالدوا لما قال ما قدر لعب رأس حربة كمهاجم وحيد رجعني على الطرف رجع على الطرف ما يعافرة أنشرتي ما عقد الكورة زي المدربين آخر بس اللي بغاصل لأنه مدرب برازيل حالي ألف مباراة دربها في برازيل ما عنده تجرب خارجية ولا راح يدرب برزيل فصلا ما فيه مدربين برازيليين برزيل بس هذا أنا ما تفقع فيه يعني مقاقب طيب خنا نكون فيه مدرب بشوي برازيليين نعم موجود ما نومونيز هو الحل حق أن كان بالنصر لكن عموما نقطة خيرة بس قبل أن ننهي لأنه طولنا لو تارو مرتنيز الآن مسجل هدف السادس في الكوبة أمريكا يفصل هدفين فقط عن رقم أقويرو ومتأكد إن شاء الله بنتعدى أقويرو خمس بخمس بطولة خمس بطولة كوب أمريكا مشكلة إنت مع قويرو خمس بطولة كوب أمريكا قويرو بمقابل بطولتين لوتار مرتنيز وحتى 2021 كان لوتار مرتنيز الأساسي على قويرو مثل ما كان هقون أساسي على قويرو مثل ما كان كم مليون ألف مهاجم أساسي على قويرو منتخبها في الرجنطين فغالبا الرجنطين طبعا صاعدتها قدنة رسمية صاعدت الدور القادم كنت أعرفك من زمان لكن أول مرة أحضر بفرصة أني أشوفك الله يخليك شكرا ولكن أعترتني جدا وما قصرت بيضا وجهك شديتها معنا للحلقة خلاص أنا أخر مرة واخر مرة سي مقدم خلاص بالنبي يرجع عبد الملك إثارة الجدل والهب إيه نباك نباك أعطيكم العافية ومشكورين ما قصرت وشوفكم إن شاء الله في حلقات أخرى شكرا لكم وشكرا لمحمد الفوزان في إعداد وإنتاج هذه الحلقة عبد الرحمن عبود في التصوير يوسف أبراهيم في التسجيل والهندسة الصوتية في التحرير مرامض بيبان في التلوين أحمد سالم وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي أحمد غالب وفي نسخ البيانات محمد الديني هذا بودكاست مرتدة أحد متجاة شركة الثماني لنشر التوزيع إلى أن نلقاكم بإذن الله في الحلقة المقبلة